روسيا والعصابة انتعنا بعد 61 سنة من الاستقلال ما زال يشترون أو كانوا يشترون لأن روسيا الآن عاجزة كانوا يشترون 84 إلى 85% مما نحتاجه من سلاح نشتريه من عند روسيا طبعا روسيا تغرق في الوحل الأوكراني صحيح ما زالت ترد في الهجوم الأوكراني وما زال الهجوم الأوكراني المدعوم غربيا لم يحقق النتائج اللي كانوا منتظرة لكنها بالنسبة للولايات المتحدة هذا ليس مشكل بالنسبة للقوى الكبرى خاصة الولايات المتحدة بريطانيا ألمانيا هذا ليس مشكل كبير لأن في نهاية المطاف روسيا ستغرق في أوكرانيا حتى ولو توقفت الحرب فروسيا زرعت فيها كل بذور التفكيك تحدث عليها فوتين أكثر من مرة قال يريدون أن يفكيكوننا أن تعطيتهم مش فرصة أنتم هد الطريق لتفكيك روسيا تفكيكا بشعا قضية التفكيك روسيا هي ما بين سنتين إلى خمس سنوات على أقصى تقدير وقد تشتعل فيها حروب أهلية وتحدث فيها مجازر مرعبة لأن هناك مئتين قومية وروسيا هي أكثر من 17 مليون كيلومتر مربع أي مساحة تقريبا مساحة أمريكا والصين مجتمعتين تقريبا وسيحدث عليها تنافس عالمي هائل خاصة من القوى الغربية من الصين من تركيا حتى من تركمنستان وكازاخستان وأوكرانيا وبولندا الكل سيندفع في لحظات معينة لأخذ جزء من الكعكة الروسية بعد أن يتقاتل الروس اللي رميح من اليوم الجنسي الروسية لأنهم مئتي عرقية على الأقل فوتين قال نحن أكثر من مئتي عرقية تسيطر عليهم اليوم العرقية السلافية المسيحية بين قوسين لكن كثير منهم ملاحدة الأرثوذوكسية ولكن في لحظة معينة كل تلك الشعوب والعرقيات والقبليات والمذهبيات والأديان بما فيهم أكثر من 20% من المسلمين سينتفضون عندما يرون دولة المركز موسكو وقد انهارت وهي ليس حتما أن تنهار في أوكرانيا ولكن حتما ستنهار كنتيجة لهذه الحرب اللي سماها بوتين بالعملية الخاصة يعجبك ما زال يسمي فيها العملية الخاصة بعد مقتل أكثر جرح ومقتل أكثر من 200 ألف روسي وما يعادلهم أو أكثر حتى من أوكران لكن بعد مقتل أكثر من 200 ألف وجرح ومقتل قتل أكثر من 100 ألف الجرح أكثر بكثير من 100 ألف ما زال يسميها العملية العسكرية الخاصة وها هو يبحث على السلاح في كوريا الشمالية وفي إيران وفي أفريقيا الجنوبية وحتى عند السيسي راح يتسول إذا يلقى كاش سلاح ها هو بوتين وعقلية بوتين ظن أوكرانيا أنها سوريا أو أنها شيشان أو أنها حتى جورجيا لم يكن يدريك أو أدرك ولم يفهم أن هناك هو الوحل وأنه حتى ولو اقتطع 20% من أوكرانيا فإنه سيغرب في النهاية كل مصانع روسية كثير من المصانع المدنية تحولت إلى مصانع أسلحة إلى مصانع ذخيرة وحولوا مئات الألاف من الأشخاص أضافوهم للمجهود الحربي بل أنهم حتى بعض الشرطة الروسية الآن يقاتلون كجنود فنلندا أعلنت اليوم أن روسيا سحبت جيشها كله من الحدود الفنلندية مع بداية الحرب الأوكرانية اليوم فقط لأعلنت عليها فنلندا مع أن هذه الواقع عند قريب 20 شهر عندما سحبت روسيا جيشها من فنلندا وكان بعشرات الألاف لأنه يغطي 1400 كم من الحدود الفنلنداية الروسية إضافة إلى أجزاء من القطب الشمالي كانت فنلندا دولة محايدة دولة مسالمة ومحايدة اليوم فنلندا جزء من الحلف الأطلسي ولولا أردوغان للتحقت بها السويد ولكنها ستلتحق لأن أردوغان في نهاية المطاف يفكر في مصالح تركيا سيضغط ويضغط ويضغط لأخذ كثير من المصالح والامتيازات من عند الأمريكان ومن عند الألمان ومن عند غيرهم ثم سيوافق على انضمام السويد قضية وقت فقط في هذه الأحوال في هذا الوقت إذن تستمر المعركة والهجمات المتبادلة ما زالت أوكرانيا لم تحقق مكان تتوقعه وتوقع الغرب لكن أكيد أنها أيضا تلحق في نوع من الهزيمة النفسية بحيث أن جيش أوكراني كان أقل من الجيش الروسي على الأقل بعشر مرات وأن الجيش الثاني جيش في العالم اللي هو الجيش الروسي أو هكذا كان يسمى يغرق مع جيش سقير جدا أصغر منه بعشر مرات على الأقل حتى أن باقنر خرج قبل شهرين قبل أن يقوم بالانقلاب أو محاولة الانقلاب على سيد بوتين قال أصبح الجيش الأوكراني كان لا يزيد عن 40-50 ألف مقاتل وسلاح سيء الآن أصبحوا أكثر من 400 ألف مقاتل شريسين وتدريب من مختلف الدول وسلاح من كل الدول الغربية ها هي نتيجة وهذا تصريح من عند باقنر طبعا باقنر لن يزيد عليه أحد لأنه قاتل في باخموت وقاتل في أوكراني عموما وباخموت خصوصا وفقد أكثر من 20 ألف قتيل قبل أن يغضب ويصاب بالجنون ويحاول أن يصل في انقلاب إلى موسكو في هذا الوقت أعلنت الولايات المتحدة عن طريق بلينكين وزير الخارجية أنهم أضافوا 200 مليون دولار إضافي لمساعدات لأوكرانيا وتبادلت الهجومات بالسواريخ والطائرات المسيرة بين أوكرانيا وروسيا وزعم وزير الدفاع الروسي من أن الأسلحة الروسية أظهرت فاعليتها في أوكرانيا في مقابل ما سماه عدم كفاءة الأسلحة الغربية يعني كلام هكذا بروباقاندا فارغة لا معنى لها إذا كانت الكفاءة لأن أي واحد يطرح السؤال كالتالي إذا كانت الأسلحة الروسية كفاءة جدا كيفاش محتلت كيف قبل أن يدخلها أصلا السلاح الغربي يعني لم يكن هناك سلاح غربي في الشهرين الأولين شوية الأتراك في الأسبوع الأول والأسبوعين بدأوا يساعدوا فيهم خاصة بالدرونز يعني في البداية لم يكن هناك سلاح غربي أصلا أو محدود جدا والأرتال التعروس حبست أصلا بدون قتال الأرتال اللي كانت باش تدخل الكيف بعضها واجه القتال وبعضها توقف لأنه كان اللي أغلبهم حبس لهم ما عندهمش ما عندهمش الديزل ما عندهمش الدخيرة وطاحوا في الأحواف في الوحل وشفناها يعني كانت كائن 80 كيلومتر متع دبابات متوقفة الأشهر الأولى لم يكن هناك سلاح غربي في أوكرانيا ولم يكن هناك تدريب غربي حاجات بسيطة جدا يدروها للقوات الخاصة انتع قضية يدربونهم 300-400 من القوات الخاصة 400 شخص اليوم الجيش الأوكراني كما قلت فاغنر يقولها عنده أكثر من 400 ألف روسيا وضعت كل قواها سحبت أيضا جيوش كاملة من حدودها الأسيوية حدودها مع الصين حدودها مع كوريا الشمالية الحدود القريبة من اليابان داخل سيبيريا سحبت كل هذه الجيوش الروسية راهي في الجبهة أو قريبة من الجبهة أكثر من ذلك أخرج بوتين قبل سابع قرار بتجنيد كل الناس اللي من 19 سنة أو قالوا 18 سنة نظن إلى 30 سنة كلهم عندهم القابلة للتجنيد ها هو المشكلة أننا نتعبوتين واللي صدقوا البروبوغاندا الروسية مثل هذا اللي راي يقولها شويغو وزير الدفاع لأن السؤال البسيط اللي كان ممكن يطرحوه له أي واحد ثم يقولوا قبل الأسلحة الغربية لماذا لم تحتلوا كييف كما كنتم تقولون أنها ستكون في أربعة أيام حتى الإعلام الغربي والمخابرات الغربية كلات الطعم ويقولوا أن كييف لن تصمد أكثر من أسبوع ولنقلتها في الأيام الأولى لتعليق على الحرب قلت أن الجميع يتوقع سقوط كييف في أسبوع ونستطيع أن نعود إلى تلك الفترة كلهم كانوا يقولون أن كييف ستسقط في أسبوع عشرة أيام أنا نحن الآن نقترب من 20 شهرا بالضبط كم نحن نحن الآن في أوت في فبراير يعني أكثر من 17 شهر 18 شهر تقريبا والأوضاع تسوق بالنسبة الروس والذخيرة تنقص والسواريخ صحيح ما زالوا يطلقون السواريخ لكن أقل ثلاث مرات من الأشهر الأولى الطائرات قليل وين تقصف الآن لأن الدفاع الجوي الأوكراني أصبح قوي معدل المسيرات والمسيرات أساسا إيرانية وليس حتى روسية كل هذا في الحقيقة ينبئ أن روسيا ستهزم ممكن عسكريا احتمال كبير عسكريا لكن أكيد استراتيجيا قد هزمت وستظهر هذه النتائج فيما بعد هنا طبعا بالنسبة للعصاب نحن نسألوهم ثم ماذا؟ يا من تشترون أكثر من 80% من السلاح لتحتاجه البلاد أو هكذا تقولون في الحقيقة هم يكدسون السلاح بلا شيء السلاح لحد الآن في الجزائري استخدمة ضد الشعب الجزائري لم يستخدم السلاح الجزائري أبدا ضد أي إن كان اللهم إلا في 63 ولم يكن لدينا سلاح أصلا كانت حاجات بسيطة من وقت الثورة أو من أيام الثورة في 63 في معركة دامت عشر أيام ونخمسة عشر نيوم ما بين النظامين بين الحسن الثاني وبنبلة وبنمديان لكن معدى ذلك فالسلاح الذي يشترى استخدم ضد الجزائريين وضربت به الجبال وضربت به قرى وقتلت به الناس شخصيا كنت لما كنت مازلت في منصبي كنت نروح للجزائر كنت نمر سواء في الأقواط أو في نعطل العاصمة أو إلى ماخ الهليكوبتر بسواريخها تروح تقصف تشوفها تقصف وترجع الأقواط فيها يسموها حاجة يسموها لابال لابال زائريا للأقواط اختصارها لابال كانت تروح وكنت نشوفها يعني من البيت من سطح البيت نشوفه فيها ومن الشارع تشوفهم هذا هو السلاح الجزائري استخدمت جزائريين آخرين بغض النظر على الأسباب والمسببات وهذاك موضوع آخر تكلمنا في عدة مرات لكن هذه العقلية الآن حتى باش هذا العصابة باش تعاود تفكر في تسليح آخر والآن نرى هم يتوصلوا مع الصينيين وشوية الألمان وإن كان الألمان هم داروا لهم حدود يعني ممكن حتى يوقفوا البيع ألمان تبيع الجزائر حوالي 5% من الأسلحة لتشريها الجزائر والجزائر هي عاشر مشتري للأسلحة من ألمانيا الألمان بدوا يدرون لهم شروط قالوا لهم أن مواقفكم مش مناسبة يعني مش ساعد فينا أنكم قريبين جدا من الروس ونحن الآن نعتبر روسيا عدو وهذا خرج في العقيدة الألمانية لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية تعتبر ألمانيا أن روسيا هي خصمها الأول على المستوى العالمي في الموضوع الآخر اللي هو ربما حتى أخطأ بالنسبة إلينا حتى بالحقيقة على المستوى العالمي ربما لا يقل خطورة على ما يجري في أوكرانيا وهو ما يجري في النشر شكرا